ذكرت وكالة الأسيوشيتة بريس أنها تمكنت من توثيق وتحديد أحداثيات 72 مقبرة جماعية تركها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا تحتوي على ما بين 5215 ألف جثة وأكدت الوكالة أن هذه المقابر التي تم تحديد مواقعها عن طريق تحقيقات ميدانية ودراسة صور ومقابلات مع ناجين ليست إلا جزءا قليلا من الآثار التي تركتها وراءها مكينة القمع التابعة للتنظيم الإرهابي وتوقعت الوكالة الكشف عن مقابر جديدة مع توسع رقعة المساحات المحررة من سيطرة الإرهابيين في سوريا تلقت الوكالة معلومات عن 17 مقبرة جماعية بما في ذلك مقبرة في دير الزور تحتوي على جثث المئات من أبناء عشيرة واحدة فيما تقع المقابر الأخرى في العراق